التأهيل بتاعهم ما ينفعش كده تعالف المشهد اللي احنا عايشينه ده كلمة الأفضار هي اللي بتلخصه احنا بنا بنقفر في كل حاجة مبلغين جدا جدا ينحب قوي ينكره قوي ينصق قوي ينخون قوي ينبقى حبيبي واخوي يعني ما تشوف السوشيال ميديا كل واحد يتصور مع صاحبه اخوي اللي مجابوش هم قول احسن اخلاق واطر قلبه كله واطيب قلبه كله شاف ان صاحبه ده احسن حاجة في الدنيا حاجة جميلة لكن في نفس الوقت لما اول ما يحصل له نقط يعمل بلوكات ويبقى اجريسيف ليه لان احنا مش مش هطير جلين على الارض كلنا بنحلق في سماء التطرف فانت يا سعيد قوي متنكد ياخواننا الحياة مش كده الحياة طبيعية قوي انك انت تحب واحد لك بيغلط بتغفر له لان الله هو رصيد والمحصلة الطي فيه اكثر من الردي والعكس ما فيش حد رديق لدرجة النشطان ما يعني ما بيعملش حاجة كويسة ولذلك انا اللعيب عندنا بقى طب قولي ايه علاقاتها باللعيبة دي لان احنا اصبحنا بنحب بالانطباعات يعني اللعيب اصبح دلوقتي اللي بوس الفني اللي بروح له الجمهور ويمشي على هوا الجمهور يبتدي يتقيم فنيا وياخد الدعم على هذا الاساس اللعيب اللي في حاله اللي بيلعبه بس يويله اللعيبة اصبحت النهاردة همها ارضاء الجمهور وهو مهم بس ارضيها بلعبك بمستواك بالتزامك مش بتواصلك فاحنا عايزين نهدى ما عندناش اساطير عنده اللعيبة كويسة جدا 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 لكن كانت النتيجة ان وصلته لعيبة تاخد اسعار ما تقدرش تاخد هذه الاسعار ولا نصها بره يحترف بره يعمل ايه يحجيله في العرض يعني الا فيه مناظر وفي نفس الوقت لما يعني نزعل ترجمة نانسي قنقر